تهدد الجهاد فتكون الوساطة وتغدر إسرائيل فتطلق على غزة يد العدوان استباقياً باستهداف مناطق سكنية ويرتقي من المدنيين شهداء ومعهم قائد السرايا للمنطقة الشمالية تيسير الجعبري ويأتي الرد جهادياً أن المقاومة ستواجه صفاً واحداً كالبنيان المرصوص وتضع الجهاد قواعد للمواجهة اللاخطة حمراً وأن تل أبيب كغيرها ستكون في مرمى السواريخ تستجب للنداء الفصائل بأن المقاومة الفلسطينية جسد واحد لتقطع الطريق أمام الاستفراد بالجهاد الإسلامي كما تحاول إسرائيل شقاً للصف الفلسطيني بدى ذلك واضحاً من إطلاقها ما سمته عملية طلوع الفجر مع التشديد على أنها ضد حركة الجهاد الإسلامي تحديداً لتبدأ جوقة الإعلاميين الإسرائيليين في الترويج للتفرقة يقول بعضهم إن حماس من هذا التصعيد مبعد ويضيف أن الهدف هو مهاجمة مواقع للجهاد وحدها فإن دخلت على الخط حماس توسع الجيش الجاهز لذلك وإذ تنشر قوات الاحتلال قبتها الحديدية وتوجه للمستوطنين تعليماتها على مدى ثمانين كيلومتراً حول قطاع غزة تتوعد الجهاد تؤازرها بقية الفصائل لن تذهب هدراً دماء شعبنا تؤكد كتائب القسام وقبلها وبعدها المواقف تتلاحق في تلاحم فلسطيني يغذيه المصير المشترك فالعدوان على غزة عدوان على فلسطين كلها وبمنطق الكل ذاك تكون الحرب كلاً غير مجزأ ويخوضها الفلسطينيون بغرفة عمليات مشتركة بعدما تنادت الفصائل فتداعت الأجنحة العسكرية إعداداً للرد المنسق على العدوان وفي احتراز بمجرد بدء غاراته على غزة تحسب الاحتلال لإطلاق الصواريخ مغيراً مسارات الطائرات في مطار بنغوريون وأنذر بملازمة القرب من الملاجئ خشية المحذور إنهمار الصواريخ ومع أن نشر القبة الحديدية كان إجراءاً أولياً إلا أنها لا تجد نفعاً في منع الصواريخ الحارقة المزلزلة كما ثبت عملياً بمعركة سيف القدس وإن حاول قادة الاحتلال الظهور بمظهر المنتصر حتماً ومن بينما قاله رئيس وزرائه إيرلابيد لن أسمح للمجموعة الإرهابية بفرض الأجندة في إشارة منه إلى تهديد حركة الجهاد الإسلامي وتركها الاحتلال أياماً على الأعصاب ثم استباقه هجومها المرتقبة بالعدوان لكنه لا يمر بلا رد أجمعات الفصائل فكان الرد بعد ساعات قلائل